بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين نكمل الرواية رواية المأساة التي يرفض إعلامنا أن يطرحها بل ويحاول مراراً وتكراراً أن يسدل سطارة سوداء عليها ولا يسمح بمعرفتها قبل أكثر من عشرة أعوام على ما أذكر قام البعض بإنتاج حلقة عن الإمام الحسين عليه السلام برؤية أموية حتى أن تعرض الحلقات وقبل أن يسمعوا شيئاً أو يعرفوا شيئاً عن طبيعتها قامت الدنيا ولم تقعد وتصدت الفضائيات للمؤامرة الشيعية التي يحاولون من خلالها تقديم الحسين عليه السلام كشهيد ومظلوم ولا أدري أي شيء على أي شيء يعترضون هل يعترضون على أن الإمام الحسين عليه السلام هو سيد الشهداء هل يعترضون على أن هؤلاء القتل هم بن أمية وأن يزيد قد سود صفحات التاريخ وسود صفحات العرب والمسلمين بهذه الجريمة البشعة الشنعاء هل كانوا يريدون مننا أن نترضى على يزيد وأن نبارك له ما فعله وإن لم يكن ذلك فلننزم الصمت ليتم بعد ذلك التسطر ونسيان المسألة نقول لهم التاريخ لا ينسى والأمم لا تنسى وقد ظهر لنا كل هذا حتى يعني سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام باب مدينة علم رسول الله يحاولون طمصها وإخفاءها ولا يريدون لنا أن نذكرها أو نتذكرها ولعل ذلك الفقيه الذي سئل عن رأيه في علي بن أبي طالب قالوا لو ما تقول في علي ابن أبي طالب قال فما أقول في رجل كتم أعداؤه محاسنه ومناقبه حسدا وبغضا وكتم أنصاره محاسنه خوفا ثم ملأ له ما بين المشرقين ومع ذلك فقد أبى الله إلا أن يفضح بني أمية ويفضح تلك الجريمة البشعة عندما استحب الإمام الحسين عليه السلام نساءه وأهل بيته فقاموا بواجبهم سلام الله عليهم خاصة زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام حيث قامت هذه السيدة العظيمة بأعظم دور في التاريخ هو موقف الشاهد والشهيد على هذه المأساة وعلى هذه الجريمة الإمام الحسين عليه السلام وطبعا نحن نرى الآن حتى في عالم التواصل الاجتماعي والكاميرات كل الهواتف الآن أصبح بها كاميرا وتسجل صور وتسجل أشريطة فيديو ومع ذلك ما زال هؤلاء يسيطرون على الفضاء الإعلامي ويعتمون على حقيقة الجرائم التي يرتكبونها ولذا كان الدور الذي قامت به زينب عليه السلام بالغ الأهمية ومكملا للدور الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام حينما قدم نفسه شهيدا فداء لهذا الدين الدور الثاني هو أنها سلام الله عليه حافظت على خط الإمامة وامتداده حينما حمت علي بن الحسين زين العابدين من الاغتيال ومن القتل فعندما وصل الأسرى ومن بينهم علي بن الحسين إلى مجلس ابن زياد كان مريضا فأمر به ابن زياد ليقتل فطرحت زينب نفسها عليه وقالت والله لا يقتل حتى تقتلوني فرق لها وكف عنه فأرسلهم إلى يزيد فجمع يزيد من كان بحضرته من أهل الشام فدخلوا عليه فأنؤوه بالانتصار وفي الفتح فقام رجل منهم أحمر أزرق ونظر إلى أصيفة من بنات الحسين فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه فقال الزينب لا ولا كرامة لك ولا له إلا أن تخرج من دين الله قال فأعادها الأزرق فقال له يزيد كف عن هذا فلما عادت الحريم إلى المدينة خرجت امرأة من بني عبد المطالب ناشرة شعرها وضاعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بأترتي وبأهلي بعد مفتقد منهم أسار ومنهم ضرجوا بدم ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في زوي رحم ولعل المؤرخ أو المدقق في كتب التاريخ يلحظ أن قلة من الشعراء هم من رسوا الإمام الحسين فحالهم حال من يرسي أو من رسى الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليختلف عن عفيف الأزد الذي قتل حينما رد على عبيد الله بن زياد أكاذيبه وخرافاته التي أبى إلا أن يكررها حتى أن المؤرخين كانوا يلقون بمسؤولية بعض المراسي التي سمعوها من شعراء بعينهم على الجان الجان هو الرسم محدش يعني لكي تدركوا مدى الرعب والانحطاط والتخويف الذي اعترى المسلمين ومنعهم من إبداء ردة فعل سواء كان ندبا ورساء مستحقا وواجبا للإمام الحسين عليه السلام أو كان استنكارا لهذه الجريمة البشعة ممنوع تماما أن ينطق أحد وأن يدلي بالحقيقة يقول المؤرخ أبو الفرج الأصفهاني وهو بالمناسبة من بني أمية ولكن كان متمردا على نهجهم مشايعا لأهل البيت النبوة عليه السلام يقول وقد رث الحسين بن علي صلى الله عليه جماعة من متأخر الشعراء أستغني عن ذكرهم في هذا الموضع كراهية الإطالة وأما من تقدم فما وقع إلينا فما وقع إلينا يعني الرساء أغلب قصائد الرساء التي قيلت في الإمام الحسين جاءت متأخرة بعد ذلك ولم تكن في ذلك العصر ثم ذكر أبو الفرج الأصفهاني شاعرا واحدا قام برسائه من المتقدمين هو سليمان بن قتة حيث يقول مررت على أبيات آل محمد فلم أرى أمثالها يوم حلت ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرت وكانوا رجاء ثم صاروا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت لتسألنا قيس فنعطي فقيرها وتقتلنا قيس إذا النعل زلت وعند غني قطرة من دمائها سنطلبها يوما سنطلبها يوما بها حيث حلت فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلت فإن قتيل الطف من آل هاشم أزل رقاب المسلمين فزلت مرة أخرى نعيد البيت الأخير فإن قتيل الطف من آل هاشم أزل رقاب المسلمين فزلت إذن كان استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أو شكل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ومعه أكثر من سبعين من أهل بيته وصحبه الأبرار الأطار شكل حلقة جوهرية في مصار الصراع بين الحق والباطل منذ خلق الله آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض ومستحاسد قبيل وهابيل اسقدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من الصالحين لئن قتلت لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين شكل هذا الاستشهاد حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل وقد رأينا كيف فعل بنو إسرائيل وهم من المفترض أنهم أتباع نبي عليه السلام كانوا يقتلون منذ مطلع الصباح إلى نزول الليل عشرات الأنبياء ثم لا يمنعهم ذلك من أن يجلسوا يأكلوا ويشربوا ويتسامروا فنزل فيهم قول الله تبارك وتعالى لأين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إذن شرحنا مسار الإمام الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي دعاه فيها عامل يزيد ابن معاوية للبيعة لهذا الشيطان الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام وذهب جيشه بعد ذلك وكان من ضمن هذا الجيش كان هذا الجيش بقيادة أحد أحد بقيادة أحد هؤلاء السفاحين المجرمين وهو الحسين بن نمير السكوني الذي دخل المدينة وانتهى كأعراض من كان بها من المسلمين والمسلمات في وقاعة الحرة ثم انتقل وحصر الكعبة وقصفها بالمنجنيق وهدمها حيث هدمت الكعبة في العصر الأموي أو في العهد الأموي مرتين مرة على يد هذا الحسين السكوني ومرة أخرى على يد سفاح بن أمية الحجاج ابن يوسف السقفي إذن نحن أمام مصار طويل للصراع بين الحق والباطل لا ينقضي في يوم وليلة وربما من المفيد أن ننتبه إلى أن القوة وحدها ليست كافية لحسم هذا الصراع حيث يعني لابد أن يتواجد وأن يتولد جنود الحق عليهم السلام ولعلكم تذكرون أن الإمام علي بن أبي طالب حينما حكم وحينما هزم أعداءه أعداء الحق سواء كان يوم الجمل أو صفين أو النهروان لم يعاملهم بتلك الطريقة التي تعامل بها زبانية بني أمية مع الحسين عليه السلام وإنما عفى عنهم عملا بقول تبارك وتعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما والمعنى أن الصراع ممتد حتى تتميز النطف المؤمنة من النطف الكافرة وحتى يتوفر ذلك وحتى يأتي ذلك الجيل المهدوي الذي سيؤلي كلمة الله تبارك وتعالى تحت راية إمام الحق من آل محمد قاوم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك التيار الأموي المنافق وتلك التيارات الأخرى عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكسين والقاصطين والمارقين ولم يتمكن لم يتمكن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من حسم هذا الصراع عبان خلافته لا نقول فشل فتكلمة فشل والعياذ بالله ليست في قاموس آل بيت النبوة ليست في قاموس الأنبياء إن عليك إلا البلاغ الأئمة الأنبياء الرسل الأئمة يقومون بواجبهم ولا يحققون مجموعة مضمونة من الأهداف على الأرض هذه الأهداف قد تتحقق اليوم قد تتحقق غدا قد تتحقق بعد غد ولكنها ستبقى هي الأهداف النهائية التي ستتحقق حينما تقام دولة العدل الإلهي في هذه الأرض التي حينما يأتي المهدي عليه السلام ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا كانت السيدة زينب بنت علي سلام الله عليه هي شاهد هذه المأساة وشاهد هذه المجزرة وشكلت ما يمكننا وقامت بنفس الدور الذي قام به مؤمن آل فرعون حينما صدحت بالحق وقرعت هؤلاء الأوباش على ما ارتكبوه من جرائم سواء في مجلسهم وأمام الناس ها هي زينب عليه السلام تمر بالحسين صريعا فتبكيه وتقول يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء هذا الحسين بالعرى مرمل بالدمى مقطع الأعضاء يا محمدا هو بناتك سبايا وزريتك مقتلة تسفي عليها الصبا فأبكت والله كل عدو وصديق ثم هي في مجلس مجلس ابن زياد فيسأل من هذه الجالسة فلم تكلمه فقال ذلك سلاسا كل ذلك لا تكلمه فقال بعض إمائها هذه زينب ابنة فاطمة عليه السلام فقال له وبيد الله ابن زياد الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوستكم فقالت الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما تقول أنت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر فقال كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك قالت كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وسأجمع الله بينك وبينهم فتحاجون إليه وتخاصمون عنده فغضب ابن زياد واستشاط فقال له عمر ابن حريس أصلح الله الأمير إنما هي امرأة وهل تآخذ المرأة بشيء من منطقها فقال لها ابن زياد قد أشفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك فبكت ثم قالت لعمري لقد قتلت كهلي وأبرت أهلي وقطعت فرعي واجتسست أصلي فإن يشفك هذا فقد اشتفيت كان الإمام السجاد عليه السلام في هذه اللحظات مريضا لا يقدر على الرد والكلام ولو كان يقدر على ذلك لجاوبهم وجاوبهم لقتلوه ولكان بذلك قد انقطع خط الإمامة وكان لابد من جواب حاضر يخرص ألسنة الكذابين الضالين المضلين ومن ثم كان هذا الدور الرسالي العظيم لعقيلة أهل بيت النبوة عليها السلام زينب ابن علي وهي تدفع عن الإمام زين العابدين حينما حاول أوهم هؤلاء القتلة الفجرة بقتله والإجهاز عليه يروي ابن جرير الطبري أن أحدهم قال إني لقائم عند ابن زياد حين أرض عليه علي ابن الحسين فقال له ما اسمك قال علي ابن الحسين قال أولم يقتل الله علي ابن الحسين فسكت فقال له ابن زياد ما لك لا تتكلم قال كان لي أخ يقال له أيضا علي فقتله الناس قال إن الله قتله فسكت علي ابن الحسين فقال له ما لك تتكلم فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله قال وأنت والله منهم فقال اقتله فقال علي ابن الحسين من توكل بهؤلاء النسوة وتعلقت به عمته زينب فقال يا ابن زياد حسبك منا أم ارتويت من دمائنا وهل أبقيت منا أحدا فاعتنقته فقالت أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلتني معه فنظر إليها ساعة ثم نظر إلى القوم فقال عجبا للرحم والله إني لأظنها لو أنني قتلته قتلته قتلتها معه دعو هذا الغلام الدعي بن الدعي يكذب على الله ويقول أن الله قتل علي بن الحسين وكأن بني أمية ينفزون أمر الله وكأن الله تبارك وتعالى يريد استئصال آل بيت محمد كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول إلا كذب ثم يتماد الطاغية في كفره فيأمر بقتل زين العابدين لا لشيء إلا لأنه منهم أي أنه عالم من علماء أهل بيت النبوة عالم فقههم وروايتهم وناطق بالحق فمن قتل هم الناس الناس هم الذين قتلوا ومن أجرم هم الناس والناس هم الذين أجرموا وهم الذين يستحقون العقاب ولا معنى على الإطلاق لمحاولة التنصل من التابعة وإلقائها على خلق السماوات والأرض كما يزعم هؤلاء وفقهاؤهم الذين زعموا أن الأفعال مخلوقة من الله وأن نصيبنا منها هو الاكتساب هذه نظرية عقائدية يدينون بها يرتكبون الجرائم ويقولون أن الله هو الذي ارتكبها وأنهم يعني أجريت على يديهم وأنهم طالما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الجنة مسواهم خالدين فيها مهما فعلوا وارتكبوا مع أن الله سبحانه وتعالى توعد الظالمين وقال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إن كانوا مصلحون لن يهلكهم بالظلم إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إذن كان دور حرائر أهل بيت النبوة عليه السلام واضحا في كل مراحل ترك الرحلة المأساوية التي عاشها صفوة الله في خلقه ونجباؤه في هذا الكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى لتحمل عبء دينه ونشر رسالته وممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى على العالمين في الكوفة رأت زينب دموع التماسيح في عين الناس فأومأت اليهم ان اسكنوا فلما سكنت الانفاس قالت بعد الحمد الله والصلاة على رسوله اما بعد يا اهل الكوفة يا اهل الخطل والغدر والخزل والمكر فلا رقأت العبرة ولا هدأت الزفرة انما مسلكم كمسل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة تتخذون ايمانكم دخلا بينكم هل فيكم الا الصلف والعجب والشنف والكذب ومملك الاماء وغمر العداء كمرعا على دمنة او كفضة على ملحودة الا بئس ما قدمت لكم انفسكم انسخط الله عليكم وفي العذاب انتم خالدون ومضت زينب الكبرى عليه السلام تبكت هؤلاء المتقاعسين يومها وفي كل يوم حتى يرس الله الارض ومن عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة